اشهد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية بفوز العداء ليلة كمال اعبت اكاديمية فيصل بن خالد لالعاب القوى للموهوبين بالمركز الاول والميدالية الذهبية بسباق 100 متر للسيدات بالبطولة الاسيوية الخامسة للناشئين لالعاب القوى والتي تحتضنها اوزباكستان لتكون بطلتنا اسرع امرأة اسيوية واكد سموه ان هذا الانجاز الاسيوي لالعاب القوى هو ثمرة للدعم السخي الذي يلقاه قطاع الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومؤذرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة منوها سموه بالدور البارز الذي يقوم به الاتحاد البحراني لالعاب القوى برئاسة سعادة السيد محمد عبداللطيف فهد بن جلال وباقي الاعضاء في الارتقاء بالمتخبات الوطنية واشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالاداء المتميز الذي قدمته العداء ليلة كمال لتخطف المركز الاول وتصبح اسرع عداء في القارة الاسيوية وتسجل اسمها باحرف من ذهب وترفع علم مملكة البحرين عاليا وتكشف عن موهبة بحرينية جديدة قادمة بقوة في سماء رياضة ام الالعاب في سباقات المسافات القصيرة وعرب سموه عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبدلها الاتحاد والطاقم الفني والاداري باكاديمية فيصل بن خالد لالعاب القوى للموهوبين والذي ساهم في تخريج العداءة وسقل وتطوير قدراتها وفق افضل الاسس التدريبية وهو ما يتماشى مع تأسيس الاكاديمية لتخريج كوكبة من العدائين والعداءات بمختلف التخصصات حيث ان هذا الانجاز هو ثمارة لجهود ومخرجات الاكاديمية وتمنيا لها ولباقي ابطال وبطلات المستقبل تحقيق المزيد من الانجازات المشرفة لرياضة العاب القوى البحرينية